السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكلتنا النهاردة يمكن غريبة شوية وما تنساش قبل ما ندخل في المشكلة لو اول مرة بتزور قناتي ياريت تعمل اشتراك بالقناة وتفعل الجرس وتقول لي رأيك في المشكلة عشان يصلك كل جديد من محمد ابو مالك مشكلتنا النهاردة الراجل بيقول انا اخصائي تمريد اتجوزت اربع اخصائيات تمريد على سنة الله ورسوله والمرتب اصبح من 5000 جنيه بقى في خمسة يعني 25000 جنيه شغلتهم كلهم برايفت اشرفت ب700 جنيه يعني احنا اليوم بخمسة بناخد 3500 جنيه يعني في الشهر بمية وخمسة الف جنيه بالاضافة للحكومي يعني 130 الف جنيه يعني مول عنصر في 20 الف في الشهر اكل وشرب عباة 110 الف جنيه في خمس سنين اكون جمعت 6 مليون وربعمية وتمانين الف جنيه وبعدين فتحت مستشفى وطلقتهم كلهم واتجوزت مريم حب عمري مكل ريوز تجارة لاني مش عايز اتجوز موظفة ليقولوا طمعان فيها او في مرتبها بجد انت مشكلتك دي دحكتني اوي يعني انت اتجوزت الاربعة ودحكت عليهم ولا جاي تهزر يعني انت الموضوع بالنسبة لك هنا كله اصبح موضوع مدي انت اخدهم كوسيلة لنفترض اللي حسن ميتك انت اخدهم كوسيلة اللي انت تجمع بين فلوس عشان توصل لهدفك هنا وتعمل مشروعك الاستثماري وبعد كده وبعد اما تعمل مشروعك بتدور بقى على حب عمرك اللي هي عاملالك مشكلة بالك ومش قادر تنساها عشان تقدر وتروح ترتبط بيها من جديد انت هنا الموضوع بقى مش موضوع اللي انت مش عايز تجوز موظفة ولا حاجة لا الموضوع هنا اللي انت لو فكرت كده وطلقتهم تبقى انت بناء آدم مادي وبناء آدم جشع تفكيرك كله في الفلوس ما تفكرش اللي انت لو عملت كده هتبقى مرتاح بل بالعكس لا مريم ساعتها هي اللي هتضحك عليك واتاخد فلوسك وتمشي خلي بالك لان الدنيا هنا دين تدان ما تفكرش اللي انت الموضوع كله موضوع مادة والحياة المادة هي اللي هتوصلك للسعادة والحب عمرك لا الموضوع مش مادة بس الموضوع هنا فيه عاطفة وفيه مشاعر نبيلة كتير وفيه خواطر ازاي تكسب خواطر اللي قدامك وتكسبه بس انت الموضوع هنا ما بتفكرش غير في المادة بس فانا يا ابني ما تدحكش عليك الناس واتدحك عليك مريم كمان لا انت لازم تفوق ولو انت متجوز للاربعة حافظ عليهم انت في حلم ممكن اي شاب في وقتك وفي الحياة اللي احنا شايفنا بيفكر اللي هو يبقى مكانك وكمان بمصدر دخل كويس ومرتاح بس انت ما بتفكرش بده كله انت بتفكر في تبكيرك المادي او الهدف اللي انت اخذهم وسيلة بالنسبالك عشان تقدر توصل لهم وتوصل لمريم حبيبة قلبك وبعد ما وصلت اللهم عايز توصل للخطوة اللي بعدية فخلي بالك ان الدنيا سلف ودين ويا ريت تكتبوا تعليقكم وتدعموا المحتوى الهادف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته